الآن نأتي إلى أستهتدى لأحاضر الضيوف كيمبر أستاذ عيسى النين مدير حنان أبو ظبي المعرفة المفضل المشكورة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة وأيضاً سر سعاتي وأعجابي لكم هو ما حققتوا من نجاح كبير في تغيير كثير من المفاهيم الخاطئة في علم الفلك والفلكيين فإلى أحد قريب كان هناك من يعتقد أن عالم الفلك والفلكيين لا يخرج عن إطار الشعوذة والدجل ومعرفة الطالع عن طريق الأبراج وأيضاً الضرب الغيب وأظن وليس كل الضم إثم أنكم وبكل الحنكة والعلم والقدرة على الشرح والتفسير استطعتم فعلاً أن تعيدوا للفلك وعلوماً كثير من الاحترام والتقدير فإلى جانب دور الفلك في فهم الكون وتطور المجرات والمجموعة الشمسية وصولاً إلى تطور الحياة نفسها فإن علوم الفلك أصبح تشكل جارباً هاماً في حياتنا اليومية كمعرفة مواقية الصلاة ورؤية هلال ربضان ورصد الأحلة وتحديد بدايات الأشهر القمرية وكلها كانت طبعاً من المواطرات التي تواجهنا نحن ونحتاج إلى حلو جذرية لها فكان عملكم رائع ودأوا في جمع ما يزيد على 700 رصد جديد للهلال ساعدت على إنتاج معيات جديد دقيق لحساب رؤية الأهبة ومن هنا فإن انطلاق شبكة الأعلاميين أن ستساهم وإلى حد كبير في مد جسور التعاون الذي لم يعد يوماً بين جمعيات الفرق بدولة الإمارات ومن جموع الإعلاميين والصحفيين حيث ستتيح هذه الشبكة الكرصة الكاملة أمام الإعلاميين للانتراع على إنشاطهم المتواصل والحصول على المعلومات الفلاكية الدقيقة كما سيقوم المشروع أيضاً فيما قاد بتجمية الصحفيين المشاركين في التصريحات والمقالات الفلاكية التي يسدوها سواء المتعلقة برؤية الهلال أو تلك المتعلقة بالأحداث الفلاكية المميزة مثل كسوف الشامس ومرور المذنبات اللامعة وغيرها من المعلومات والأحداث الفلاكية الهمة كما سيقوم المشروع بين الحين الآخر بأحدث دورات مبسطة وأخرى متخصصة لأعراء الشبكة وذلك لتكوين معلومات فلاكية أساسية لدى الإعلاميين العاملين في المجال الفلاكي وتهدف الدورات المتخصصة أيضاً إلى زيادة المعلومات الفلاكية بشكل أكبر حاصةً في القضايا الساكنة التي تهم المجتمع مثل رؤية الهلال وخسوق الشمس وأثر العواصف الشمسية على الأخرى وغيرها من الأمور أضب إلى كل ذلك الدورة الهامة التي ستقوم بالشركة لتصدي الشائعات والأخبار الفلاكية المغروطة والتي تؤدي إلى تشتت المعلومات وزيادة الخرافة من هنا فإنني أقترح عليكم تقسيس لجنة للتواصل مع الجهات الإعلامية الفقومية والخاصة لتركيز مشاريع إعلامية كالبرامج التجميع والإداعية وأن تكون محمد هذه اللجنة إمداد تلك الجهات الإعلامية بما تحتاج من معلومات ومواد فلاكية مبسطة وأن تكون من قطاع العريض من الجماهير وذلك طبعاً من أجل نشر البسيط من الاهتقاط الفلاكية التي تحمي مجتمعنا من الشامعات والخرافات والأخبار الفلاكية الكاذبة مرة أخرى أشكر لكم جهدكم المميزة كما أتمنى لمشروعكم كل النزاح والتطور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم